اليوم شوفنا طبعا الشباب بغضر نعذر عن المنافسة أبهل اللي احنا تغلمنا ممكن أكثر فريق استقبل هداف قبل مرة 69 هدف ولكن الشباب اليوم عنده رغبة واضحة أن يسجل هدف مبكر أتى هدف في آخر الشرط له ولكن كان أول يمسيطر هو المستحوض دائما المراوغات عن طريق كراسكو كذلك نواف الصعدي للعب الممي صراحانا يعني مستقبلا هذا نواف مكانا في المنتخب لعب سريع لعب مراوغ عند الجرعة شوفنا الجهة اليمين أكثر نشاط بالنسبة لنادي الشباب متنوع في سلوب اللعب شوفنا اليوم لو سجل هدف يمكن من أجمل أهداف مثل ما سجل اللابورت في كاس موسم رياض يعني كانت بين أنه كانت قاصدها من مسافة بعيدة ولكن الحارس أبعدها ببراعة ولكن أعتقد حتى بالشرط الثاني بعد نزول كارلوس أعطى إضافة أكثر في النواحة الهجومية هذه كنا نتمنى أننا لدي شباب يلعب في هذا الاسلوب مع جميع الفرق من بداية الموسم اليوم كانت يعني صراحة جميع اللاعبين في مستواهم متعب الحربي عودة رياض شرحي لرغم غياب كويلار مع إبارا كاتيش يعني لاعبين مهمين في وسط الملعب يعني يجيد الافتكاك واللعب الآخر يقدر يسجل الهداف ويقدر أنه يصنع ولكن اليوم شبنا الشباب بظهور متميز من شرط الأول إلى آخر دقيقة واستحق الفوز بالنتيجة كبيرة